السلام عليكم سينات واشتراكم ان شاء الله ستكونوا بخير رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة وتوجه مع الوصفات الاقتصادية ووصفات المشاريع كما كنت تفضلت لكم سانقات وساك اللي تقدروه للمقاهي درت لكم زوج احجام حجم كبير اللي تقدروه تبيعه هكك والحجم هذا الصغير اللي تقدروه في ديسا شي صغار ولا ديبوت وتبيعه هكك صراحة مقادره جد بسيطة ودوق تعوه بزاف بنين ان شاء الله ينال اعجابكم لا تنسونيش بالاجام بتاع واعجكم والبخطاش قولوا لي وشرايكم ويلا هنجوزل طريق التحذير والمقادر وهنا يا حبيباتي بالنسبة للمقادر كما راكو تشوفوا يعني مقادر بسيطة لدينا حبة بيت تكون بحرارة المطبخ يعني ببيضة متوسطة عندي بات اغوم كغاميد تقدروه باي اغوم تحبوه بس هنصحكم كغاميد يجيب بزاف بنين عندي نصف اشكارات عخميرات عندي كاس غربع تاع سكر كاس تاع زيت ونصف كاس تاع لامايزينا نصف كاس برك مادي باسي وش نصف كاس اهنا عندي فرميسال تاع شوكولات اللي تقدروه تعودوه بدي ببيبيد دو شوكولات بس حمل احسن مش تقعد الوصفة اقتصادية ديرو الفرميسال تاع شوكولات يعني موان شاع عندي هنا اهه 350 جرام تاع فارينا هي انا نستعمل غير 300 جرام سادي بان تقدروه تحتاجو هاديك سيكون تقدروه ما تحتاجوهاش انا محتاجتهاش يعني استعمل 300 جرام بالنسبة للطابع اللي احنا نستخدمه هذا هو يعني متوفر في المحلات تاع الحالويات يجي سامبل ويجي شكل تاعو بزاف شباب نجوز لطريقة التحضير هنا نجيب غير سيكون اللي رح نخدم فيه ندرت هاديك الحبات على البيض ونزيد فوقها الكاس غير بعتع السكر ومتنخلط غير بالفوي ولا تقدروه تستعملوا يدكم يعني عادي اللي تحب تخدم بيدها تقدر رح نخلط المليح حتى هاديك الخليط يبيض غير شوية مشي حاجة يعني ما حاش تشدلي ووقت اطويل والناس اللي عندهم مشكل في يدهم ولا بروبلا ما يقدروش يخدموا بزاف في يدهم يقدرو يستعملوا الباطع برك ما تخلطوش بزاف لانه ما يحتاج رح نزيدوا الزيت كيف كيف ورح نزيد نخلط مليح تاهادك الزيت نشوفوا يعني تخلي مليح مع هادك السكر والبيت هاكدايا نخلطوا مليح وهنايا رح نزيد الباطعوم بتاع الكاراميل اللي صراحة نعطاها قو بزاف بنا تقدرو ديرو كاراميل تقدرو ديرو قهوة تقدرو إفتو غير هادو كفخيز فخمبواز بسكو رح يلونوا الباطعكم يوتو اللي غوج من الأحسن نقعدوا في هاد في هاد في هاد كاراميل قهوة ايوه هنا زيت الميزينة وكيف كيف رح نخلط حتى تتخلط مليح هادك الميزينة ورح نزيد لفير ميسيل تاع شوكولة والفارينة الفارينة توجوه نديرو غير بشوية جامعين نديرو الفارينة ضربة واحدة سرتو للمبتدئات رحو لها غير بالعقل هنا زيت هادك نصف شكارة تاع خميرة تاع الحلوة ورح نبدأ نطم في الفلابات التاعية يعني نطمها بلما نعجنها كيما لابات تعصاب لي كيف كيف غير بالأصابع هنا شفتها بلي مزل تحتاج رح نزيد الهام ونخلط غير بالعقل حتى تتشكل عندي عجينة كما تشوفو هاده هو القوام متاحة يعني قلت لكم عجينة كيما تعصاب لي نقدر نتشكلها وكي تكونوا تشكلوا فيها رح تطلق لكم شوية عزيت على حسب الفارينة اللي استعملتوها يعني عادي جدا متخافوش منها هاده هي الفارينة اللي قاعدت لي خمسين جرام يعني استعملت 300 جرام هنا رح نجيب شوية سكر لهاد يعني هاده 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 تقدروا تجوزوها كيما تحبوو نوزن الحبات التوعي الحبات اللي يكونوا كبار ديروا فيهم من 20 جرام حتى 21 جرام ماكسيما حجيك الحب الله يبارك كبيرة لانه رح يدوبلوا الفوليوم تهم إذا حبيتيهم صغار كما اللي وريت لكم في الفيديو اللي درتهم فليس اشي صغار ويدي شكل تهم شباب ومتحوف ديروهم ما بين 15 جرام حتى 17 جرام مادي باسيوهاش كما قلت لكم لانه يتنفخوا في الفوغ يدوبلوا الفوليوم تهم دونك هنا رح نشكل قاع الحبات التوعي من الأحسن ووزنوهم باش يجيوكم قاع كيف كيف ويجي الشكل تهم شباب توجون ووزنوه على خطران ومن بعد نجوزو ونشكلوهم هنا بعد ما وزنتهم رح نجوزهم في السكر كيما قلت لكم هاد ليتاب تقدروا تجوزوها تحبو تديروها تحبو تجوزوها كما تحبوه هنا بعد ما جوزتها في السكر كريستاليزي يعني السكر اللي عادي غير ملفوق رح نجيب هادك الطابع ونطبعها غير ملفوقة من الأحسن حطوها في يتكم باش ما تتشققش يعني تقعد تشدة الشكل ونطبعوها بهاد الشكل يعني الشكل راه واضح ويعطي هاد شكل بزاف نحن نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل قاعدة اللي عندي وقلت لكم اللي تحب تجوز هاد ليتاب السكر يعني ما تديرهم باش تطبحهم جاكتو مو برك وهنا يا حبيباتي رح نستغل فرصة ونهضروه على سعر البيع كما ديجا قلت لكم انا من قبل توجوه نحسب السلعات تاعي ونضربها فواء او لا فواء دو كل واحد وكيفاش انا سقسيت لكم يعني الاسعار اشحارهم يديرو عندكم التماء في الزاير قال لكم من بلاسة البلاسة رح يختلف السعر انا للامانة يعني حسبت لكم دوزان اللي شريتهم اتوسا بسح من الحانوت الحانوت رحو يختلف كل واحد كيفاش يبع بسح جاني غال موقع هاد ليتابعو بالكيلو ماشي باغ بياس والكيلو رحو يتبع بسبعين الف يعني صراحة رح يخرجك مع هاد الحبات تديريهم اصغار صراحة رح تجيك له بار كونتيتي و تخرجك و تربحي بها ان شاء الله و ربي يرزقنا و يزقكم بإذن الله دوكن جيزو لطريقة ضيابهم دوكن هنا بعد ما يكمل شكلتهم سخنت لفوقاته 170 درجة و دخلتهم يطيبوا غرجتهم تحمروا من تحت طلعتهم حمرتهم من فوقها يعني ما لازمش يطيبوا بالزافية ياخدوا غير اللون دها بخفيف و هدا ما كان اهنا رح نوري لكم زوج احجام هاد الحجم الصغير اللي قلت لكم فيه 15 نقرام و هاد الحجم الكبير اللي قلت لكم فيه 20 نقرام هاد الحجم الكبير من الاحسن ديروه اللقهاوي لانه هما اللي يحبوا الحاجة الكبيرة و هاد صغير تقدروه ديبتي بوعد ولا ديبتي ساعة يعني صراحة الشكل تحوم شباب المادا قوة ولا اروع بزاف و حاجة خفيفة سهلة متشدناش اللي تشوفوا طياب تحوم اللي تحت تانا ما شاء الله اه برك بوغلي سوريس كونفي انا ف هاد صغير درتهم الافة حتى كي يطابوا باش درتهم شفوا يعني الشكل تحوم يقعد شباب واللون تحوم يقعد تانا شباب فهادوك الكبار اللي لدرتهم مع الول من الاحسن خلوهم حتى كي يطيب لقاطوا بتاعكم و بعد حطوهم الفقر حيلسقوا بكل سهولة هنا قسمت معاكم حبة باش تشوفوا يعني شوفوا ما شاء الله اللقوا التحوم يجي مقرمج بنين صراحة بزاف ابنين انتمنى الوصفات على اليوم تكون عجبتكم كانت خفيفة ضريف عليكم ما تنسونيش بليجا متاعكم والدعم متاعكم نقولكم ته الله وفر وحتيكم ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام